وجهتنا في شهر رمضان الكريم هذه المرة نحو طبة الهانشير الواقعة على مقربة من مقر بلدية الجازية بولاية أم البواقي حيث هنا يعيش الطيب نتعب بذراعي نتعب 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 نقوم بلدية الجازية الطيب وطوال ساعات الصيام لم تجعل مشقة العمل من يومياته حياة المتاعب إلا أنه يعاني من عدام الكهرباء بالرغم من استفادته منذ قرابة ست سنوات من نظام الطاقة الشمسية المعطلة سوى هذا المسباح أو ما يعرف بالفنعر مضيء البيت طف إلى ذلك أزمة التزود بماء الشروق عرق الرجل في شهر العمل والرحمة بينما لم يدخر جهدا في التكفل بأفراد عائلته وإسعاد أبنائه وهم يلعبون فوق أرجوحة خشبية قبل موعد الإفطار في طبة الهنشير